بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيه بعده بعد فهذه قراءة للمنصفة في فقه الخلاف وهي أرجوزة في أسباب الخلاف وقواعده من نظم الشيخ الدكتور محمود الكبش نفع الله به بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله على التوفيق في الفقه والبيان والتحقيق مصليا على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي الوفاء وبعد هذا النظم في الخلاف فاسمعه ديت أشرف الألطاف برادهم خلاف أهل العلم مع اجتهاد سائغ في الفهم ضابطه إن فقد الإجماع فيه أو النص بقطع راع أو كان نصا يقبل التأويل وذا الذي لا يجب التجهيل ولا يسوغ الاختلاف أبدا إن وجد النص على ما ورد أو كان في مسائل الإجماع وشذ من للقيد لم يراعي لذا على مختلف أن يعرف أسباب الاختلاف حتى ينصف ينفي بها جناية التناقض عن جملة الأحكام بالتعارض وسوء ظن المعتدي بلا اهتداء في العلماء إذا الخلاف وجدا كاشفة علاقة الأصول بالفقه والعكس لدى الفحول مصدرها نوعان مما صنف مفردة أو كان ضمنا عرفا فالأول المفرد كالتنبيه ورفعه الملامة للنبيه وبعدها الإنصاف ثم الثاني فكصنيع الظاهري الداني في ضمن إحكام الله كذاك في بداية ابن رشدنا حتما قفي وفي كتاب ابن جزي أيضا تقريبه وقد ذكرت بعضا والسر في إفرادها بالبحث في فقهنا فخص ذا بالبعث لكونه بعمل المكلف مرتبطا كالقصد والتصرف فصار راية العلوم المورفة وجامعا أسبابها المختلفة وكونه أوسعها امتدادا بين الورى فعمهم وسادا وصار من أسباب الانتشار لمذهب الأئمة الكبار فظهر التمذهب السني والاختلاف بينهم مرضي فكان مما ينبغي لزام بيانه وضبطه احتراما أنواعها أربعة والمعتبر مراحل التاريخ ترتيبا ظهر فالأول المنسوب للصحابة أولنها والفقه والإصابة ورد ذا إلى تفاوت النظر في سنة وفهمها ممن تشر ومنهما إلى اجتهادهم رجع إن كان في أمر بلا نص وقع لذا أتت أسبابه قليلة في عصرهم محمودة جليلة والثاني منسو إلى الأئمة من أهل الاجتهاد عند الأمة وعد عمدة وأم الباب إن ذكرت أصولة الأسباب فنشأت عن اختلاف هؤلاء مذاهب الفقه العظيم موئلة ورد للنص والاجتهاد كسب بين جامعي مهادي فالنص في بلوغه والعلم به أو في ثبوت لفظه ورتبه أو في دلالة كذا كنص فهذه ثلاثة تختصوا والاجتهاد في أصول ورد فيها اختلاف إن لنص فقد والثالث المنسوب للتمذهب وأهله أتباع كل مذهب كالخلف في رواية الإمام في نقلها من سائر الأعلام بالاضطراب أو مع التعدد ومع تعارض بلا تعمد فالواجب التثبت المعتبر في النقل والتفريق فيما يشهر بين الذي من نصه وما نسب إليه تخريجا على فرع النصيب والرابع المنسوب للناظر في نازلة مع غيره المختلف واختص هذا النوع عما قد مضى بكونه مطلوب أمرين اقتضى تصور وبعده التكيف لمستجد حقه التعريف وسرها في كونها كثيرا والاختلاف صور عسيرا وعد من أعذال الاختلاف تفاوت في الفهم غير خاف والحفظ والضبط والاطلاع لا عنهوا من صاحب ابتداع كذا كما على الدليل قد يلد من احتمال الخلف في ظن وجد فيعذر الناظر في المسائل إن كان غير معتد ومائلي والشأن في دائرة الخلاف تضيقها من جلة الأسلاف بذرك كون خلفهم مما عرف تنوعا أو كان في اللفظ ألف وذا بتحرير النزاع يدرك فيعتنى ببعضها أو يترك لكونه صيره وفاقا أو جمعت مع مثلها اتفاقا والقطع أن العلم جميعا معظمون وحينا المنيعا فكان ما جرى من الخلاف مع عدلهم في الحكم والإنصاف من رحمة الله بأمة النبي صلى أسم توسعة للأخذ بالقول الجلي فصارت المذاهب الفقهية مسالكا متبوعة مرضية وهذه عشر من القواعد تحقيقها من أعظم المقاصد فالحق واحد وكل مجتهد فأجره متصلا به وجد والاجتهاد مع نص ثبت ومعه الإنكار منفيا أتى ثم الخروج من خلاف استحب وزلة العالم للكل تجب والاختلاف لم يكن سبيلا إلى جواز الفعل أو دليلا قالوا ولا يكون بالتجريح ترجيحنا للحق والصحيح والاختلاف رحمة ويختم تفرق المختلفين مأثم فهكها أجوزة محبرة ألفاظها قليلة مختصرة نظمتها عن شيخنا الجزاني من ورقات درسي الرباني في بيتنا بمكة المكرمة في ليلة كريمة معظمة والحمد لله على التمامي مصليا على النبي الإمامي اللهم صلي وسلم وبرك نبي محمد بعدد خلقك ولضا نفسك وزنة عرشك ومنذلك أماتك إلهي نجي من كل ضيق فأنت إلهنا مولى الجميع وهب لي في المزيئة مستقرا ورزقا ثم دفنة في البقية وفرلي ولوالديا ولمشايخين والمسلمين آمين شكرا